لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون سبحان الله هم يخشونكم أيها المسلمون أكثر مما يخشون الله سبحانه وتعالى تقول كيف هذا لأنهم يظهرون أنهم على الإسلام حتى يتقوا المسلمين من قتل أو من مجانبة أو من غير ذلك وهم يبطنون الكفر في قلوبهم وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعلم السرة وأخفى فهم يخافون من القتل ولا يخافون من الرب يخافون من القتل ولا يخافون من الرب لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله والإنسان الذي يخشى الناس أكثر مما يخشى الله هو إنسان جاهل منافق غبي لأنه من المفترض أن الإنسان يخشى ربه سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى لماذا؟ لماذا؟ مرحبا ب PERF